خبر بيقول بعد وصول بايدن لرئاسة امريكا بيان عاجل من هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن الاخوان المسلمين طيب ايه علاقة وصول بايدن للرئاسة وبعدين يطلع بيان من هيئة كبار العلماء في السعودية بشأن جماعة الاخوان المسلمين ده الخبر زي ما حضراتكم شايفينه على الشاشة طيب خلونا ناخد ايضا البيان بقى كبار العلماء قالوا ايه بالضبط تعالوا نشوف كده مع بعض اهو المملكة العربية السعودية بيان هيئة كبار العلماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبدي ورسولي واميني وعلى وحيه وصفاتي من خلقه نبينا وامامنا وسيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهده الى يوم الدين اما بعد فان الله تعالى امر بالاجتماع للحق وانا عن التفرق والاختلاف طيب احنا هناخد بقى جماعة يعني ايه تفاصيل البيان كمان اه معانا خلونا كده اه ناخد تفاصيل البيان اهو عايز بس اوصل للنقاط المهمة اه وانما يكون اتباع صراط الله المستقيم بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد دلت الاحديث صحيحة على ذلك وقال الصحابي الجهيل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قول اتعالى فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقول اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ونحو هذا في القرآن قال امر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة واخبرهم انه انما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله نكمل كده يا جماعة والاعتصام بكتاب الله عز وجل نحاول نكمل كده عشان ناخد برضو ايه يعني الجزء المهم في البيان فعلم من هذا ان كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة امور المسلمين من بث شبهين وافكار او تأسيس جماعات ذات باعة وتنظيم او غير ذلك فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة وفي طلعت هذه الجماعات التي نحذر منها جماعة الاخوان المسلمين بص بقى بيصف الجماعة بيقولوا ايه فيا جماعة منحرفة قائمة على منزعة ولاة الامر والخروج على الحكام وايثارة الفتن في الدول وزعزعة التعايش في الوطن الواحد ووصف المجتمعات الاسلامية بالجاهلية ومنذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقدة الاسلامية ولا بعلوم الكتاب والسنة وانما غايتها الوصول الى الحق ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئا بالشرور والفتن ومن رحمها خرجت جماعات ارهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والارهاب حول العالم ومما تقدم يتضح ان جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية لا تمثل منهج الاسلام وانما تتبع اهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف وتتسطر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة واثارة الفتنة والعنف والارهاب فعلى الجميع الحذر من هذه الجماعة وعدم الانتماء اليه او التعاطف معه والله نسأل ان يحفظنا جميعا من كل شر وفتنة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين طيب الموضوع كده بس لا كمان وزير الشؤوني الاسلامية السعودي بيصف هذا البيان وصف غريب جدا تعالوا نشوفه كده مع بعض نشوف وزير الشؤوني الاسلامية بيقوله من جانبه وصف وزير الشؤوني الاسلامية السعودي الدكتور عبداللطيف الشيخ البيان بالشافي الوافي واكد انه لا يعضر احد بعده بالجهل واضف في تغريده على تويتر حذرت من جماعة الاخوان المسلمين الارابية منذ اكثر من عشرين عاما خوفا على ديننا وبلادنا ومواطنين والمسلمين اجمعين وتابع بالقول نلني منهم ومن المخدوعين بهم ما الله به عليم في نفسي وعرضي ومالي وصمت صابرا ارجو المثوبة والاجر من الله سبحانه وتعالى بصوا يا جماعة قبل ما نسمع تعليق فضلت الشيخ عصام الشيخ عصام كان طلب مني حاجة قبل الهوى انا وفريل عمل الحمد لله جبناه قبل ما نسمع تعليق الشيخ عصام تعالوا نشوف كلام مهم جدا مهم جدا ونشوفه كده مع بعض للملك فصل عن الاخوان المسلمين ونشوف الناس اللي طلقت تتكلم الكلام ده النهاردة بقى وبتقول الكلام ده اخبارهم ايه وموقفهم ايه من الكلام ده وهل هم بيكذبوا بقى الرجل ده الملك فصل مثلا هل هم بيخالفوا الملك فصل في رأيهم ولا هم بفكريننا بننسى ونفكرين ان الناس المحترمة اللي تكلمت خلاص الناس هتنساها ونبدأ نسمع لهؤلاء الذين خرجوا حديثا يطبلون للحكام طيب نسمع بقى ونشوف مع بعض كده اهو الامير فصل يقول الاخوان ابطال جاهدوا في سبيل الله بانفسهم واموالهم طيب طبعا يا جماعة نظرا لان الخبر كان قديم وتصريح للملك فصل يعني كانت صورة من الجريدة فخلينا بقى نرجع لفضلة الشيخ عصام ونشوف مع بعض كده تعليق حضرتك يا شيخنا على البيان الاول الذي اصدرته هي الكبار العلماء السعودية بخصوص جماعة الاخوان المسلمين يعني بس لو بيرجعوا للبيان تاني لان فيه حاجات محتاجة طيب تمام رجعونا جماعة البيان اللي هو ابتهاي الكبار العلماء يبقى معنا على الشاشة رسول الله وعلى آله وصحبه ونالله وبعد فوق في الفقرة اللي بيحظر من الاخوان ليه التحذير منها ايوة اللي احنا بدأنا يا جماعة نقول ايوة من اول اه بعد كده اه من اول فعلمة من هذا تمام مربط الفرص في الموضوع ده كله هم كنما واحدة بس اه فهي جماعة منحرفة قائمة على منازعة ولاة الامر والخروج على الحكام بس ده اللي يعنيه كل الليلة ده كل الليلة عشانا الجملة دي ليه بقى يا شيخنا مش ليه وفي دور على اللي يحفظ الكورسي بتاع مين اه بتاع الملك صح طيب مين اللي في الفترة الاخيرة لمدة سنة وزيادة طلع وهاجم محمد بن سلمان ومش عايز واثار حوالي قضايا تمنعه او تعوقه عن الوصول للحكم تركيا صحيح اللي هو بيصنفها اخوان اي طيب اللي هم طيار اسلامي اه في وجه نظره يعني تمام وضم الى قطر لانها وقفت معه تجربة الخيار الديمقراطي للشعب المصري اللي جاء برئيس منتخب كان قبل رئاسته من الاخوان المسلمين مجرد ما بقى رئيس خلاص تخلى عن ولائه التنظيم تمام طيب هل علت ان الاخوان اه عايز الحكم فكوني الجماعات وانما غايتها الوصول الى الحكم حلو اوي طيب يعني الغاية الانسانة بسيب الوصول للحكم اه جماعة منحرفة ورهابية اذن عليكم من انتوا تصنفوا اهل سعود جميعا من اول الملك عبدالعزيز لحد محمد بن سلمان دلوقتي جماعة ارهابية لان غايته الحكم اه ده قاعد يقتل في خلق الله اللي بيعرضوه ويسجن عشان ما حدش يعرضه النواب ايه ملك اه طيب الملك عبدالعزيز ما خرجش على الخلافة العثمانية خرج خطط وتكتك وسعى للحكم ولا لأ سعى للحكم اي طيب اذا كان السعي للحكم جريمة فبقى اكبر ناس تقوم وتمارس هذه الجريمة هم الحكام وعلى رأسهم المملكة العربية السعود اه مش المملكة العربية يعني السعود اه طيب اذا كان منازعة ولاة الامر مخرج على الحكام ده تصنيف جماع ارهابية فاذا واجب على هيئة كبار العلماء ان تصنف الملك عبدالله ملك السعودية والامارات العربية المتحدة ممثله في محمد بن زايد وعبدالفتاح السيسي والمجلس العسكري بانهم جماع ارهابية لانهم خرجوا على حاكم شرعي منتخب صحيح انا هشيل الاخوان وحط معايير ايوه خلاص المعايير اللي تتحط انتوا حطوا طوالنا دلوقتي ان ايه معايير الجماعة الارهابية تنازع الحكام بتنازع ولاة الامر وتخرج على الحكام تصير الفتن في الدون لا سيبك تصير الفتن خلاص وغيات الوصول الى الحك ولم يظهر مين عنايته بالعقيدة ولو علوم الكتاب والسنة حيب اوي هل عرف عن القوات المسلحة المصرية عناية بالعقيدة او دعوة الكتاب والسنة عبدالفتاح السيسي المجلس العسكري عرف عنهم الكلام ده لا اذا صنفوا راخل جماعة الارهابية طبعا هل عرف عن محمد بن سلمان عناية بالعقيدة والكتاب والسنة ده سادهم اصلا خلاص اذا لازم نصنف جماعة الارهابية اي انا دلوقتي مش بدافع عن اخوان انا بس بحط المعايير اللي حطها بحط المعايير وبنسقطها على اي حد حطبقها اه على كل اللي هو مأجرينه عشان يقول الكلام ده تمام خلاص طيب تعالى اني التسطر بالدين مش هنكامل فيه انا بس خليني فهم ثلاث ملامح قالها اه ان غاية الوصول للحكم ومنازعة الحكام والخروج على ورات الامر ومنازعة الحكام خروج على الحكام حلوة او تعالى نمسيكم حاجة حاجة يا جماعة مين اللي سعى للانقلابات في الدول المملكة العربية السعودية والامارات ممثلة في حكامها اه والامارات ممثلة في حكامها صحيح ومصر ممثلة في ايه في حكامها دلوقتي في قائد انقلابها اه طيب اذا المفروض المعيار يتقال كي طيب خرج على الحكام مين اللي خرج على الحاكم سعتت كنت اللي خرجت على محمد مرسى الله يرحمه للحاكم الشرعي صحيح ما قالوش هناك بالعقيدة لا كان رجل حافظ القرآن يا عم الله ما عندكش حاكم حافظ القرآن رجب نقولك يا عم حاكم بغض نظر اخواني اش اخوان القصة مش انتماء طبعا ايه طيب اذا المسألة هنا اه والله يعني زمانينا بيصعفونه عشان الخبر كان قديم بشكرهم والله على الهواء شكرا جزيلا يعني هو منهج جلالة الملك سعود الاول سأل وفد جماعة الاخوان المسلمي القادم الى مكة المكرمة لتعزية وتهانية حضرة صاحب الجلال الملك المعظم المؤلف من الاستاذ عبد الحكيم عبدين سكرتير جماعة الاخوان المسلمين بمصر والاستاذ سعيد رمضان سأل جلالة الملك عن منهج جلالته الذي سيسير عليه في حكمه فرد عليه صاحب الجلالة بقوله ان منهجي ودستوري الذي اسير عليه ان شاء الله هو كتاب الله وسنة رسوله وسأأتمر بأوامرهما وسأكتنب نواهيهما وسأحب على هديها وسأعادي من عداها وليس لنا معشر المسلمين سوى هذه الحجة التي هي اسواتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الشعب السعودي المحب قد أعرب في هذه المناسبة عن الحب العميق الذي نعلم عنه والإخلاص العظيم المأمول فيه والولاء الصادق المنتظر منه وسأضعفه واتشرب بخدمتي وسأزيده منه وسأسعى لكل ما فيه رفاية وسعادة وانا والله لا أستطيع وصف هو الشعب بس واستقباله طبعا استقباله لوفد جماعة الإخوان المسلمين هل لو كان وفد جماعة الإخوان المسلمين بيعبر عن جماعة رئابية متطرفة تنازع الحكام كان استقبلهم جلالة الملك وهل كان وصفهم بأننا عائلة واحدة الملك يقول عن جماعة الإخوان الأهم هنا أيضا قبل الملك سعود عبد العزيز نفسه تمام احنا جبنا ده وجبنا ده ملك عبد العزيز تمام ده فيصل فيصل لبعد سعود أيها صحيح التقى ب الشيخ حسل بن نبي الملك عبد العزيز أيها في الحق سنة ستة واربعين وقال له يعني أدعوك تدخل الإخوان المسلمين قال له كلنا يا إخوان المسلمين كده وهذه العبارة وبي يستشهدوا بها دايما السعودين على إنه الرابل كان حكيم وزكي إنه مش عايز ينضم الجماعة وإن يعني إذا أنتوا الإخوان فإحنا كلنا بهذا المعنى إخوان نعم كلنا إخوان مسلمين أي ما قال لهش لأ والشعب السعودي موجود وما بينساش الحاجات دي لا موجود ده ده خطب خطب خطبها والبنة خطب رسمي نعم خطب معروفة والتي نشرتها ولا مجلة مصرية ولا مجلة إخوانية مجلة أم القرى أيها سنة سيدتي واربعين ما شاء الله عنوان إلى الشباب العرب السعودي أيها خطبه طويلة عندي يعني تمام النص عندي بالكامل يعني أيها الشاهد طيب ثم مين اللي توسط عشان عبد الناصر ما يشنقش سيد قب اللي عنده فكرة الجاهلية اللي في البيان ده الملك سعود أيها هو الذي توسط أيها لدى عبد الناصر حتى لا ينفذ في حكم الإعدام وهو عبد السلام عارف أيها بس العراق السابق إذن يعني ما تقول زي التي نقضت غزلها أو اللي بتلحس كلامها إيروا تاريخكم نعم ثم لو رجعنا وإن ده من هاجم طيب تمام سنين طويلة كتب الإخواني التي تطبع في المملكة العرب السابق من أول الظلال أي معلم في الطريق أي وكتب محمد قض قبسته من الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وكتب أخرى عليها اللي هو مؤلفها محمد الغزالي محمد قض و معهم آخرون طيب ومعروف ألفين وتطين عشان الوقت بس بتحضر الأمر الآخر الذي أسس معهد القضاء السعودي الشيخ مناع القطان مسؤول الإخوان المسلمين في السعودية وفي الخليج مسؤول الإخوان المسلمين في السعودية والخليج درسمي معروف جميعا ولما آآ قابل حد بيقوله كذا قاله لا كان الأمير نايف قاله ارجع لملف مناع وانت تعرف انا عملت إليه الملك العرب السعودية تمام لا لا بنزحك بنزحك يا شيخ وكان بيمزحك في كمتين طيب ملك عبد الله هو قابل الملك سلمان مباشرة ايه كان كل ما يقابل الشيخ القرضاوي يقوله نفسي العلماء اللي عندين أبو زيك مم ومرة كده قاله باللفز يعني على المتشهدين قاله امت ربنا ياخدهم ويرزقنا بالناس اللي زيك بهذه العبارة حتى كنت موجود طريبا مع الشيخ القرضاوي في أثناء وجود الملك عبد الله في السعودية لا او كان الشيخ القرضاوي حضر زيارة المملكة العربية السعودية صحيح دعي 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 أكثر من مرة يعني فالشاهد اللي حكي ليش ده كلام ده الشيخ الله يقابه ايه الشاهد ان يا جماعة مش هنقعد احنا رحيين جايين بأهوائكم وأمزجيتكم يعني ده الأمر الأمر الأقوى في ذلك نطيب السعودية يا جماعة عايزة تلحص ماضية عايزة تنسى النيا راحي تجاهد في فغنستان أو سعدت على ذلك هل بقى بتنسيق مع الأمريكان ولا بنيا مخلصة قصة ترجع لي معنى ربنا مش بتاعتنا طب النهاردة انت واقف ضد معظم الناس اللي طلعوا تجاهد وتناضل في كل قضاء العالم الإسلامي منهم شباب سعودي شباب من اللي كان يكون مرفع وعيش في حياته مرتاح أنا بالعكس أقدر الناس دي مش ضدها أنا ما أتكلم في إني إيه اللي خالكم سمحته لما أنتوا عارفين الكلام ده غلط لا ولا أنتوا ساعدتكم وشغلين بقى عايزين الأمة تشغل بالريموت معاكم ثم اللي بتاع الوزير الواف ده ده رجل سلطة والعمر وبتاع مخابرات يعني من الجامية المدخلية طيب في جملة كده وحيدة يا شيخنا يعني عشان ما أستفهم جزء مهم جدا البيان ده موجه الرئيس الأمريكي الجديد بايدن عشان ما تتعاملش معه مع أخوان المسلمين في مصر لا 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 وهل ممكن يؤثروا على القيادة الأمريكية فعلا بالبيان ده لا لا القصة مش يعني بص هما دايما قاعدين كل شوية يحاولوا هما كانوا عايزين يعملوا ده مع الأمريكان اه ومع بريطانيا وما طلعش القرار باللي هما عايزين لأن الناس شايفيني إخوان كويس ده من باب ظر الرماط في العين تمام هما بيغلوشوا على البلاو اللي عند محمد بن سلمان اللي هو يتقدم لمحاكم في أمريكا عليها لأن ترامب زراح اه طيب ويعام الولاء والبراء اه هل شرع نيجوست 450 مليار دولار لكفرة بتعبيرك اه اخوانك المسلمين جعنين في المملكة العربية السعودية نفسها عندناك حق يلا يا عم بس تمام يا شيخ نجزاكم الله خيرا إذن مشاهدين الكرام كان هذا هو بيان المملكة هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية حاجة غريبة جدا وإحنا جبنا لهم بقى ملوك السعودية وهم يقولون خلاف هذا الكلام تماما ويتعملون مع جماعة الإخوان المسلمين على مر التاريخ كما ذكر فضيلة الشيخ عصام ومع قيادات الجماعة ووصفت الجماعة ووصفها هؤلاء الملوك بأنهم عائلة واحدة واحدة